ولا زالت الناس بتتعالج في نبتة وعشبة مشهورة ومعروفة لها عدة مسميات لكن بالمملكة الاردنية الهاشمية وفلسطين والشام اسمها الميرامية من اسمائها القصعين ومن اسمائها العيزقان هلأ يستغربوا اهل المملكة الاردنية وفلسطين والشام لانهم اهل الميرامية ومن اسمائها حشيشة مريم لكن احنا بنسميها الميرامية وايضا من اسمائها السالمية لا اخوانا في بعض دول الخليج بسموها السالمية الميرامية مشهورة ايضا في غزة وما عندهم هالعقم اللي موجود في الوطن العربي لانه بيتناولوا الميرامية خصوصا لتنشيط المبايض لكن الها خصائص وفوائد لا تعد ولا تحصى هذه النبات او هذه الشجرة شجرة الميرامية والنبتة لها فوائد جدا مفيدة لتنشيط الدورة الدموية بيستخدموها في الوطن العربي على البديهة او بالبديهة لتسكين الام المغص والام البطن يعني واحد بطنه بوجعه روح اشرب لك كوب ميرامية هذا مشهور عنا في الوطن العربي وايضا من خصائصها يلي عندكم رجب الايدين اللي عندهم الرعاش تناول كوبين من منقوع اوراق الميرامية اللي من اسماعها القصعين والسالمية والعزقان وكف مريم آسف حشيشة مريم الها خصائص مجربة واعطت نتائج مقبولة ومرضية بيكفي انه ما بتزيد الحالة بيكفي انه ما بتزيد الحالة بتحد منها وبتحس براحة انه انت استفدت للي عندهم الرجة فبالتالي بنستفيد منها مفيدة جدا ضد الاضطرابات الهضمية وايضا مفيدة جدا للي دائما فاقدين الشهية تناول الميرامية لكن بتدخل في وصفات التنحيف لكن ما قبل الاكل فوائدها فوائد جدا عظيمة او اذا التزمنا قدر كاست الشاي مرتين باليوم من منقوحة فوائدها جدا عظيمة خصوصا للي ما عندهم شهية واللي ما عنده شهية اصلا هو بكون انحيف اما اللي عنده سمنة باستفيد انه هي من المنحفات تبعون الله سبحانه وتعالى ومن المجربات اذا من فوائدها للنساء مفيدة جدا ضد اضطرابات الدورة الشهرية ومجرب تناول منقوحة كوبين باليوم اذا حتى مفيدة جدا لأعراض انقطاع الدورة الشهرية اللي بتغيب عنها الدورة الشهرية والسبب بيكون اضطراب بالهرمونات واضطراب بالدورة الشهرية فبالتالي بنستفيد من خصائصها مفيدة جدا للنساء ما بعد سن اليأس اللي بتقطعها الدورة الشهرية وبصير عندها الهبات السخنة فورة يسموها شيء ساخن هوى ساخن بداخل الجسم يفور حتى فروة الرأس فبالتالي تناول منقوع الميرمية مرتين باليوم من اسماءها القصعين ومن اسماءها السالمية فوائد جدا بعون الله سبحانه وتعالى هذه وصفات ايام زمان هذه وصفات العجايز اجدادنا لابد انه يجففوا الميرمية وتكون عندهم فيه مطبخهم للان والكثيرين في العراق وايضا في الاردن في فلسطين لابد كل بيت يكون فيه ميرمية واهل حران واهل الشام ولبنان فبالتالي بيستفيدوا من خصائصها اذا حتى بتمنع الاستفراغ وضد القيء والاستفراغ وحتى لو كان فيه قيء واستفراغ شربنا قدر كاسة شاي من منقوحة او حتى نفور الماء ونضع القليل من الاوراق عليها ونطف الغاز نتركها تتنقع الاحشاب دائما بتاخذ وقت لما تتنقع وصير فاترة عشان نعرف نشربها الميرمية بتطول حتى لما تصبوا الميرمية امسك الكاسة ما بتستطيع تقدر بهاي اليد تمسك كاسة شاي مثلا وهاي منقوع الميرمية هذه باردة وهذه لسه مثل النار سخنة تستغربوا فبالتالي إلها خصائصها إذن حتى مفيدة جدا للي عندهم الاسهال والنزف نزف النساء النسوي السيلان للنساء اللي بكون عندها التهابات فبالتالي بتحد من هذه المشاكل سبحان الله في هذه النبت العربية الميرمية الآن لما يطلع على أمريكا بوصهم جيب لي معاك ميرمية لاها الفلسطين خصوصا فبالتالي بنستفيد من خصائصها إذن التهابات الحلق والتهابات الفم واللثة وغرغرة بمنقوحها فوائد جدا عظيمة أيضا لنزلات البرد معروف عند الناس معروف عند أجدادنا أنه الميرمية لنزلات البرد والتهابات الصدر فبالتالي هي وأوراق الزعتر ما شاء الله عليهم كانوا يعطوا لا زالوا يعطوا نتائج جدا مفيدة وبتريح النفس بعون الله سبحانه وتعالى إذن التهاب العضلات والروماتيزم دائما اللي عندهم مشاكل الروماتيزم بتخفف من أعراضه واللي عندهم وهن وتعب بالعضلات فبالتالي نستفيد من هذه الأوراق منقوع أوراق الميرمية من أسماءها القصعين ومن أسماءها السالمية ومن أسماءها العزقان فبالتالي نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى لخبطت الدورة الشهرية هذا هم النساء أكياس وتكيس على المبايض ونزف وبعد النزف حديدها بينزل يا حرام وجهها بصير أصفر فبالتالي نعم الميرمية بتعدل الهرمونات هي والبردقوش وأيضا الميرمية اللي عندها ارتفاع بهرمون الحليب فوائد لا تعد ولا تحصى لمشاكل النسائية وأمراض النسائية خصوصا هرمون الحليب والهرمونات فبالتالي واحدة بواحدة أيضا للرجال اللي عندهم الهرمون الذكوري هرمون الحليب مرتفع عندهم كوبين من الميرمية باليوم نشوف العجب العجاب وبعون الله سبحانه وتعالى هذه مجربات أجدادكم لما كان ما كان لا في كابسولة ولا في دواء ولا في كان طبيب متخصص ولا طبيب عقم هذولا كلياتهم كم إلهم 40-50 سنة طب والناس اللي قبل كان عندهم هذه المشاكل في إيش كانوا يتعالج وهذه كانت علاجاتهم هذه كانت وصفاتهم إذن حتى للإرهاق والاكتئاب الميرمية جدا بتريح الأعصر مجرد بعون الله سبحانه وتعالى ناهيكم على الذكاء إنه كانوا يوصفوها للذكاء فبالتالي بيستفيدوا منها مرضى سكري الميرمية بتنزل السكر مشاكل السكر امشوا اتعلموا المشي شوف كيف بتحرق السكر وبتنشط الدورة الدموية لا تظل جالس فبالتالي بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى منها الخصائص إذن الاكتئاب والإرهاق العصبي فبالتالي الميرمية الميرمية خافضة للحرارة اللي داما عندهم سخونة فبالتالي بيستفيدوا منها بإذن الله سبحانه وتعالى هذا القليل القليل رح بعد الفاصل أعود وأكمل عن خصائص فوائد الميرمية العظيمة لأجسامنا ولأبداننا لنساءنا للسيالة المهبلي أيضا لهرمون الذكورة فبالتالي نستفيد بعون الله سبحانه وتعالى وبكفي إنه منبهة لكن رحي نطلع فاصل قصير ونعود نكمن عن فوائد الميرمية الفوائد اللي بنستحق إنه نسمحها وروح وفاصل وراجعين نواصل فاصل قصير اشتركوا في القناة ولا زالت الناس بتتعالج في نبتة وعشبة مشهورة ومعروفة إلها عدة مسميات لكن بالمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين والشام اسمها الميرمية من أسمائها القصعين ومن أسمائها العيزقان هلأ يستغربوا أهل المملكة الأردنية وفلسطين والشام لأنهم أهل الميرمية ومن أسمائها حشيشة مريم لكن إحنا بنسميها الميرمية وأيضا من أسمائها السالمية لإخواننا في بعض دول الخليج بسموها السالمية الميرمية مشهورة أيضا في غزة وما عندهم هالعقم اللي موجود في الوطن العربي لأنه بيتناولوا الميرمية خصوصا لتنشيط المبايض لكن لها خصائص وفوائد لا تعد ولا تحصى هذه النبات أو هذه الشجرة شجرة الميرمية والنبتة لها فوائد جدا مفيدة لتنشيط الدورة الدموية بيستخدموها في الوطن العربي على البديهة أو بالبديهة لتسكين آلام المغص وآلام البطن يعني واحد بطنه بوجعه روح اشرب لك كوب ميرمية هذا مشهور عنا في الوطن العربي وأيضا من خصائصها يلي عندكم رجب الإيدين اللي عندهم الرعاش تناول كوبين من منقوع أوراق الميرمية اللي من أسمائها القصعين والسالمية والعزقان وكف مريم آسف حشيشة مريم إلها خصائص مجربة وأعطت نتائج مقبولة ومرضية بكفي أنه ما بتزيد الحالة بكفي أنه ما بتزيد الحالة بتحد منها وبتحس براحة أنه أنت استفد للي عندهم الرجع فبالتالي بنستفيد منها مفيدة جدا ضد الإضطرابات الهضمية وأيضا مفيدة جدا للي دائما فاقدين الشهية تناول الميرمية لكن بتدخل في وصفات التنحيف لكن ما قبل الأكل فوائدها فوائد جدا عظيمة أو إذا التزمنا قدر كاست الشاي مرتين بليون من منقوحة فوائدها جدا عظيمة خصوصا للي ما عندهم شهية واللي ما عنده شهية أصلا هو بكون نحيف أما اللي عنده سمنة بستفيد إنه هي من المنحفات تبعونا الله سبحانه وتعالى ومن المجربات إذن من فوائدها للنساء مفيدة جدا ضد اضطرابات الدورة الشهرية ومجرب تناول منقوحة كوبين باليوم إذن حتى مفيدة جدا لأعراض انقطاع الدورة الشهرية اللي بتغيب عنها الدورة الشهرية والسبب بتكون اضطراب بالهرمونات والاضطراب بالدورة الشهرية فبالتالي بنستفيد من خصائصها مفيدة جدا للنساء ما بعد سن اليأس اللي بتقطحها الدورة الشهرية وبصير عندها الهبات السخنة فورة يسموها شيء ساخن هوى ساخن بداخل الجسم يفور حتى فروة الرأس فبالتالي تناول منقوع الميرمية مرتين باليوم من أسماءها القصعين ومن أسماءها السالمية فوائد جدا بعون الله سبحانه وتعالى هذه وصفات أيام زمان هذه وصفات العجايز أجدادنا لا بد أن يجففوا الميرمية وتكون عندهم فيه مطلخم للآن والكثيرين في العراق وأيضا في الأردن في فلسطين لا بد كل بيت يكون فيه ميرمية وأهل حران وأهل الشام ولبنان فبالتالي بيستفيدوا من خصائصها إذن حتى بتمنع الاستفراغ وضد القيء والاستفراغ وحتى لو كان فيه قيء واستفراغ يشربنا قدر كاسة شاي من منقوحة أو حتى نفور الماء ونضع القليل من الأوراق عليها ونطف الغاز نتركها تتنقع الأحشاب دائما بتاخذ وقت لما تتنقع وصير فاترة عشان نعرف نشربها الميرمية بتطول حتى لما تصبوا الميرمية امسك الكاسة تستطيع تقدر بهاي الإيد تمسك كاسة شاي مثلا وهاي منقوع الميرمية هذه باردة وهذه لسه مثل النار سخنة تستغربوا فبالتالي إلها خصائصها إذن حتى مفيدة جدا للي عندهم الإسهال والنزف نزف النساء النسوي السيلان للنساء اللي بكون عندها التهابات فبالتالي بتحد من هذه المشاكل سبحان الله في هذه النبتة العظيمة اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد